واليوم مشاهدين نحتفل بمرور 25 عاما على ارسال اول رسالة نصية رسالة اس ام اس ارسلها المبرمج البريطاني نيل بابورث الى صديقه وكانت عبارة عن عيد ميلاد سعيد المبرمج البريطاني بعث بالرسالة عام 1993 ولم تنتشر الخدمة انذاك بشكل كبير في الولايات المتحدة يعود الانتشار المحدود للخدمة في السوق الامريكية في البداية الى فرض شركات الاتصالات رسوما اعلى على الرسائل كما ان امكانية بعث الرسائل من حسوب الى اخر جعلت الناس في غنى عن الرسائل النصية بخلاف ما قد يعتقده البعض لم يجري ارسال الرسالة القصيرة من هاتف جوال بل من جهاز كومبيوتر وتم استقبال النص المرسل في هاتف محمول بعد عام من ارسال اول رسالة النصية قامت نوكيا بتبني الاس ام اس تماما واضافت دعما لها في جميع هاتفها الخليوية بعد هذه الخطوة سارعت جميع الشركات لتبني الخدمة وبهذا انتشرت الرسائل النصية بشكل ضخم في اوروبا وبحلول عام 2000 انتشر الاس ام اس في جميع انحاء العالم في البداية كان هناك حد 160 حرفا للرسائل النصية لكن المستخدمون تمكنوا من التحايل على هذا الامر عن طريق اختراع تكست تي اكس تي اس بي كي هي اللغة الرقمية التي شملت عبارات ورموزا مصنوعة من حروف لوحة المفاتيح لاظهار العواطف وهو ما الهم في وقت لاحق بانشاء اول رمز تعبيري تم اختراعه في اليابان عام 1999 تعرف الرسائل القصيرة باس ام اس هي احرف اختصار لاسم الخدمة باللغة الانجليزية short message service الدراسات الحديثة اكدت انه يتم ارساله 96 مليار رسالة في بريطانيا يوميا ظهور تطبيقات تواصل عبر الانترنت ادى الى تراجع استخدام الرسائل النصية بشكل كبير وكانت دراسة سابقة قامت بها شركة اوفيوم للأبحاث التقنية قد اشارت الى ان خدمة الرسائل النصية القصيرة اس ام اس اصبحت مهددة اليوم بتراجع شعبيتها عما كانت عليه في السابق اشتركوا في القناة